أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إدانتها الشديدة للقصف الوحشي الذي تعرضت له مدينة خان شيخون بمحافظة إدلب السورية أمس الثلاثة باستخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة وما نتج عنه من قتل وإصابة مئات المدنيين الأبرياء وأوضح الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون أن دول المجلس تدين بشدة الهجوم المروع الذي تعرضت له مدينة خان شيخون باعتبارها جريمة حرب تتطلب موقفا صارما وحاسما من المجتمع الدولي تجاه ما يتعرض له الشعب السوري من اعتداءات وانتهاكات لجميع القوانين الدولية